السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم بوزيان للطبخ إذا رأيكم تشوفوه في القناة لأول مرة ما تنسوش تضغط وعلى زل الاشتراك اللي رأي تحت باللون الأحمر وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد أي حاجة جديدة نديرها توسلكم نروحوا مباشرة للوصفة الوصفة تاعة البطاطا هي كوريات البطاطا المقرمشة يجو بزاف ابنان بوحدة الخلطة سحرية غادي تعطيهم ذلك القرمشة ومن الداخل يجو خفاف وطريينها كو دايبين ومام وحدة الطريقة ستشوفوها معي تابعوا معي الفيديو تفهموا كل شيء سوف نحضر هذه الكوريات على البطاطا كما تشوفو في هذه اللاقاط ونروحوا مباشرة للمقادير بالنسبة للمقادير هذه الوصفة اليوم عندي خمس حبات بطاطا هذه البطاطا متوسطة خمس حبات ما يكونوا كبار بزاف وما يكونوا صغار بزاف تابعوا معي مريح يكونوا متوسطين تابعوا معي بشتجوح لكم الوصفة وهايين فيك mirth Nقيته مريح من متوسطين خمس حبات بطاطا متوسطين لا يكونوا كبار ولا صغار ثم رأى بنشر تابعوا منظر البطاطا كما شفتو انا درت كمية صغيرة وهد الخمس حبات بطاطا يعطوكم كمية كبيرة يعني لا بغيت انتوما الضعف والمقادير غضي يجوكم بزاف يعني يعني صراحة يجوكم بزاف الكوريات داروك هنا بعد ما نقيت كامل هد البطاطا وقطحتها غضي نديها نخصلها نقرع لها دك شوية هدك كما تعرفوا من يقرع لها كشور يبقوا في هدك شوية دك الوسخ داروك هنا بعد ما خصلتها ونشفتها داروك غضي نروحوا للطريقة اللي قلت لكم عليها ا resul Ro 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 اه ادركوا كوردون الصغر يعني انه ما عندكم اعواطا الشيء و ادركوا كوردون الصغر انا بعد مدى ان ندخل فيها نكمل كمير الحبات ادخل فيهم هاد الاعواط كما هكا ادركوا 3 او يتقدروا 4 او مهم ادركوا قدم الحبت على البطاطا توقف معاكم باش منحطوها في الطاجين تجي واكفة و لا تلمس شلمة بهاد الطريقة اللي لكم تشوفوا فيها ادركوا هنا شغلين اجيب ان نجيب طاجين تاعي الى ندير فيه البطاطا التاعي المحضرconnect نضใหرفع هذه الحبات نضيفي يزال ونحر fibres الضغothes نضع الماء في هذه الكاثرولات بالشرط أن الماء لا يصل للبطاطا بالطريقة لتنجم هذه الطريقة يفورها في الكسكيس لكن هذه الطريقة الطيب في الخوف سأجربتها وعند خاطرات الطيب في الخوف على الكسكيس هنا خليتها الطيب دروك نروحو للخلطة اللي قلت لكم غدي نخدم بها هاد الكورايات الخلطة هي غدي نحتاجو زوج ملاعق كبارة على الفارينة كما تشوفو زوج ملاعق كبارة على الفارينة ما يكونوش معمرين تبعو مليح هنا عندي حبة على البيض وعندي زوج ملاعق كبارة على الحليب الحليب يعني يكون بارد عادي دروك نروحو طريقة التحضير نجيب هنا يا بول ولا حاجة باش ندير فيه باش نخلط فيها هاد المقادر نحط اللي ولا نهرس هاد الحبة على البيض البيض يكون متوسط ولا كبير ولا حبة تكون كبيرة يعني مش مشكل مهم ما يكونش البيض صغير بزاف مور ما هرس هاد الحبة على البيض نبدأ خلط فيها هاكا مليح قد ما تدوب معايا شوية ذاك البيض لخش ادرناها ديراكت مع الفارينة والاخر شوصت دير هاكا كوائرات بعد ما خلط هاد البيض نزيد معاها الحليب من فوق ونزيد تاني عليه فوقه من خلطه هم مليح نشوفهم دابو ونزيد فوقهم الفارينة ونخلطه هم مليح وهنا لا شفتوا الخالطة تاعكم تقيل بزاف تضيدوا له مرعقة واحد اخرى تاع الحليب حتى تتحصلوا له هاد القاوام لقمين ترفضوا هاد الاخر تاعنا يولي سيل يعني ما يقعدش لاسق في الفويت تاعنا مني السيتمه هنا نديروها على الجنب وروحوا نشوفوا البطات تاعنا البطات تاعي هنا حليت عليها قتها ما زال ما طابتش نعود ان نبلا عليها كما تشوفوا رهي طابت بلبخار بلبخار خاشكون نديروها في الماء غاديم بعدها تجي مشمخة وغاديم بعدها مين نبدو نعجنو فيها ما غاديش تخرج لنا تنجح لنا هنا هاك البطة هنا رهي طابت حليت عليها درك نطفي عليها النار ونروحوا نحطوها في بول وهي حامية لقوهي حامية نحطوها هاكا في بول ولا حاجة ونبدأ نمرس بها فيها بهاد الادات لما عندكم هاد الادات تمرسوا بالقارف و بالفرشة هاكا ولا عادي نقود نمرس مليح في هاد البطاطا حتى الدوب معايا مليح يعني وهي حامية الختيلة خليتوها حتى تبردو تم مرسوها غاديم بعدها تغلبكم وتنشف هنا هذا الوقش نجيب نجيب شوية من الملح قليل من الملح على حساب الدوق كل واحد يوزت شوية على الحرار تقدروا تزيدوا توابل واحد اخرين يعني انا زلت لها غير ملح والحرار ثم طريق الاخر يبقى ليكم هنا حطتها في بول واحد اخر خاشة ديك ما تساعدنيش هنا جبتو ملاعق كبارة على الفارينة ونبدأ ندخلهم مليح في هاد البطاطا الفارينة علىه الفارينة باش تحصلوا على كشغل كل عجينة خاشة نخلينها غاية هاكا غاديم بعدها نديروها كوايرات ونديروها فوق الزيت غادي قايا نحلونها هنا نبدأ نزيد في الفارينة على وينتا الفارينة مني شو نقول لكم بالتقرير باش عال انا دات لي ربعا مغارف كبارتها فارينة انتوما كل واحد وشعلت تدي له حتى تتحصلوا على قوام يكون يعني مين ترفضوا هاد البطاط تاعكم مين ترفضوها بيديكم وتشكلوها فيديكم كوايرا ما تلصقش معاكم هنا تعرفوا بليصايق قوام التحارة هوجد دروك نروحوا للحشو بالنسبة للحشو انا عندي جبن هذا الجبن اللي رابوه عادي كلا واحد يللل جبن اللي رابله وكل واحد يللل الحساب مقدوره يعني هاد الرجبن نشره غيب بليمين يعني كل واحد يلللح الحساب لي متوفر عنده هاد الرجبن اللي يقطع فيها هكه على تقوال و المص mistaken وبادا نقطعها هكه على مربعات يعني اللي قد طلبوه مربعات بش مين نحشوه الداخل الكوايرات البطاطا معا ميغبناش هنا لنا انا بش النح كامل الكوايرات كاف كيف كيف في الوزن انا نستعمل دايما هاديتة كما شفتوني تاني فريد من حضرت معاكم اليميني بيرجر دايما نستعمل هاديتة على كريم شروهات عاونكم بزيف العاجائين ندير بيها نجبد ونقدب هذيك العجينة ونحط فيها حبة تاع الفرماج وندور ونحط فوق هذي الطبسي تانا نزيد هنا رح معاكم الحبة الزوجة نحط شوية ندير للفرماج ونبلع طريقة بزيف بزيف سهلة ونتيجة تاحب بزيف شابة وبنينا انا نكمل كامل هذي البطة التاعي وكامل هذي الكمية التاعي ندير بها كوائرات هنا نكملتها هنا سيت ما قلت لكمش الطبسي تاعكم قبل ما تديروا فيه الكوائرات اللي قد تديروا تحتها الفارينة تدخلوه للتلاجة تخلوه يقعد مدة نصف ساعة باش ميدوا قدوا ترمضوا فيهم في هذي الخالات ما يغبنوكمش هنا نجيبت لاشا بلور يعني فوتات على الخبز تحنته هنا نجيب هذيك البطة التاعي هنا استعملت لاجونات من خشر فيها الخالت باش تستعملوه باليد تاعكم هنا حطت في الخالت لي وجدناه دربة لولت الحليب والفارينة والبيض ونبدأ نغمز تاني في لاشابلير هنا لاشابلير هنا ما كانش عندي بزيات خفتها لما تقدنيش خلطت معها سميد انتو ما لا عندكم لاشابلير واحدها ديروها واحدها هنا زيد معاكم الحبة الزوجة بطريقة سريعة كما هاكو طريقة سريعة هننخلط تزيط لاشابلير نديرو في الخالت ونبدأ ديرو في لاشابل نكمل كاملا هاد الحبت التوعي بنفس الطريقة هنا هنبعد أن نكمل هاد الحبت التوعي بنفس الطريقة للطريقة الأولى دروك هريد و testingه للزيد بالنسبهل للزيد أحسن نديرو في حاجة غامقه يعني ل전에 نضطوا البعليطات ونقذ فقط هي عالية背 قصرة أجد عن غريب مثل نضائج الدرجات tell feito يطيبون ثاني الداخل. يعني الدرجات الحارة تكون متوسطة. قد ما يحما هنا ان يحط في الكوايرات التوعية على البطاطا. كما تشوفون ما كطرتش الزيت بزيف. ثم من الاحسن ديروه قاعد يتغطوا. قاعد يتغطوا الحبات. هنا ننقس عليهم هاكا شوية الزيت. خاش ما غطيتهم ما كطرتش كامل ما كطرتش بزيف الزيت. نكمل بهذه الطريقة. ودرواك ما تخربوش فيهم. النصيحة باش ما ينتحلو لكم. درواك ما تخربوش فيهم حتى تشوفوهم هم بدأو يحماره. هنا تشوفوا معاي. بعد ما بداوي حمارهم. رات نقلب فيهم على الوجه الزاوج كما تشوفو هاكا. نشوفو هم حمارو تقلبوهم على وجه الزاوج حتى تشوفوهم طابوت وحمارو اداو ذلك اللون الذهبي شباب هنا بعد ما اداو ذلك اللون الذهبي شباب. نجيب هكا الملعقة هاتي اللي تعزلي. هاتي اللي نرفض sos. هاو نبدى نصفوه هاكا ورق المشاف. هدا ورق الطبخ. هاتي هذا ورق الطبخ. وهنا بنحط في الكوايرات التاعي. نضيف الزيت التاعي و نضيف الزيت التاعي أنا دارت لي وقيلة 21 إلى 25 هكا حبيت والله مانيش عاقل بس أنا ما درتهم شي أن يقع خليت النسف و غدوان نعود نطيبهم فعدي في الضر اللي بها حطيت لكم غي كمية و ها ورين الكروكيت على البطات تاو عنا شوفوا كيف الجاو كوالات البطات تاو عنا جاو بزيب بزيب بنان و هكا يجوا راقيين تحطوهم هكا معاكات شوفوا لمايوناز و هكا مع السلسات تومية سلسات الجبن سلسات الجبن نديرها معاكم في القناة جيب بزيب بنانا مع هدو الكوائرات تلقوا الرابط التحت تحت في صندوق الوصف و نبقيت إننا نصورهم لكم هكا من تحت هكا بشوفوهم و هنا غدا نكسم معاكم حباب تشوفوا تطوام التحت كيف جات من الداخل شوفوا كيف شجي نرى يحامي هذك الفرماج يدوب من الداخل صراحة يجوا بزيب بزيب بنان وما يجوا بقرمشين من البرة ويجوا خفاف من الداخل وطريين هكا ذاك الفرماج يعطيهم ذاك التشماخ وهذاك الطراوة كيما كنتشوفو هكا ما نشعف راه يتبان لكم مليح خاشمين نقرب الكاميرا ما تبانش منيح مليح كيما هكا و دروكم مع الياغ نقولكم كملنا الوصفة تاقي اليوم إن شاء الله تنال إعجاب بتاعكم نتمنى إن شاء الله تبرتجوا هات الفيديو مع الأصحاب والأحباب باش كامل يشوفوه ويسفادوا من الوصفة و إن شاء الله ما تنسوش دلوا رجام تحتها في الفيديو و ما تبخرونيش بتعليقات تاوعكم و نقولكم إن شاء الله إلى اللقاء وإلى وصفاتي المقبيرة بإذن الله دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة